أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنصق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27 أن المصر حققت عددا من المكاسب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من استضافة المؤتمر بشرم الشيخ وأضحت الوزيرة أن مصر أبرزت دورها الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكايف التي أطلقها رئيس السيسي وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافت وحدة إدارة المبادرة بقاهرة وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمو كما أكدت الوزيرة أنه تم للمرة الأولى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة وأشارت أيضا إلى نجاح مصر في حجة التمويل لبرنامج نوفي من خلال منظمات التمويل الدولية بعشرة مليارات من الدولارات فضلا عن توقيع التفاقيات بقيمة 38 مليار دولار وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم في تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني موسيقى